الكوتا النسائية يقصد بها تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية تطبيق هذا النظام يتطلب ألزام الأخزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء حيث لا يجوز يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونا ومفهوم الكوتا ليس عربي الأصل فليس له معنى في مغاجم اللغة العربية ولكن بالرجوع إلى الغرب فإنها تعني النصيب التشريعات بنظام الكوتا النسائية في بعض البرلمانات التشريع المغربي حيث خصص 30 مقعدا من أصل 325 مقعدا في البرلمان المغربي التشريع الأردني حيث خصص 6 مقعد وذلك بمجب تعديل قانون الانتخاب رقام 11 لسنة 2003 التشريع السوداني خصص نسبة تتراوح بين العشرة إلى 35 مقعدا للنساء التشريع الفلسطيني حيث نصت المادة الرابعة من قانون الانتخاب الفلسطيني رقم 9 لسنة 2005 على ما يأتي تمثيل المرأة يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية مرشحة للانتخابات النسبية القوائم حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة وحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة الأربعة أسماء التي تلي ذلك كل خمسة أسماء تلي ذلك